بسم الله الرحمن الرحيم أهلنا بالقسرين نتواجه لكم اليوم نحن مجموعة من الكفاءات الشابة اللي يفتخروا كونهم مكسرنية واللي عايشين معاكم في القسرين بحلوها ومرها كيف ما تعرفوا الكل بلاد هذه دي ما تدفع الدم وما ينابها كان الهم نرجعوا للتاريخ جيهتنا اللي كانت وما زالت تقدم في التضحيات وتقاوم في الظلم وترفض القهر استقلت تونس وقالوا لا تشبعوهم لا تجوعوهم جابنا عليه بالتغيير قلنا تو تتصلح أطلع صانع وتعادل 23 سنة وما تغير حد شي وصار اللي صار إقصاء تهميش فقر بطالة ولاية دي ما في أخر ترتيب في المؤشرات الباهية وفي أول ترتيب في المؤشرات الخيبة وجدت ثورة الحرية والكرامة والعالم الكل يعرف إيش كان دور الرجال وإنساء القسرين في أنجاحها وإيش قدمنا من شهداء وجرحة إيمانا مننا بأنه معادس تمام مجال المماطلة بأن الوعود معادس توصل وجاء الوقت باش نأخذه حقنا وحق ولادنا في البلاد ياخي طلعت الحكاية كالعادة وجدت الكيران معابية بالوزراء وقالوا أنتم وقود الثورة وما طالبكم شرعية اتهنوا بالعكس لو ضعت دهورة أكثر وولينا منعوتين بالإرهاب مستقبلنا لتو ما هو إيش باين بينيدينا قالوا لنا رصدنا لكم 800 مليار نفذوا منها 10% علاش ما خلوهمش سمحني مش سبب هذا السبب اللي يمثلوا في جهتنا كانوا يمثلوا في أحزابهم وما يخرجوش على طوحهم باختصار عمره ما كان عنا مجل جهوي اللي هو القاطرة متاع التنمية في كل ولاية شعارنا كل بلاد تخدمها رجالها وقائمتنا مستقلة سميناها المستقبل لأنه نعرف اللي مستقبل جهتنا نحن اللي لازم نقرره مع بعضنا نحن كفاءات مستقلة بعيدة على أحزاب قرارها بيدها وهمها الوحيد هو كيفاش ننهضه بالقسرين يحكم اللي يحكم في تونس شعارنا أعطونا حقنا ومناش باش نسلموا فيه الدولة يلزمها تقوم بواجبها القسرين بلاد الزعفران والكليل والتفاح بلاد الفصدق والهندي والحلفة والغابات بلاد التراث والتاريخ والأثار بلاد الرخام والرمال والطين ونعرفوا اللي استغلالها الخيرات للكل وغيرها قادر باش يرد جهتنا في المقدمة على مستوى المؤشرات التنموية في البلاد وكيفاش نحدو أولوياتنا وندفعوا على ملفاتنا يشكون يتحمل مسؤولية في تعطيل المستثمرين والمشاكل اللي وصلو لها والتعقيدات من جراء مركزية القرار وطول الإجراءات وزيد عليه غياب البنية الأساسية وعزوف البنوك عن التمويل نحن في برنامجنا باش ندافعوا بكل القوة وجدية ومهنية على القطع مع منويل التنمية الفاشل اللي ألغى تدخل الدولة في بعث المشاريع المنتجة ويلزم الدولة تتحمل مسؤوليتها عن طريق مختلف هياكلها باش تنزز مشاريع كبرى ذات طاقة تشغيلية عالية مع دعم البنية الأساسية وتطويرها باش ينجم الاستثمار الخاص يقوم بدوره ومع برامج هادفة للنهوض بالجهة من حيث تحسين ظروف العيش والقطع نهائيا مع الارتجال والتهميش والتجاهل مشروعنا واضح ومفصل قادر باش يوصلنا المستقبل أفضل للقسرين العزيزة والمستقبل هذا ما نجمو نبنوه كان مع بعضنا نصلوله درجة درجة كيف ما يعبر عليه شعارنا اللي يتمثل في دروج نحو المستقبل وعليه ان تخبونا ان تخبوا قائمة المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته